الحمد لله رب العالمين محمده جل وعلا على نعمه ونشكره على إحسانه وفضله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا يعبد أحد بحق سواه وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد ففي هذا اليوم المبارك الأول من شهر رمضان من عام أربع وأربع وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم نواصل درسنا في قراءة مختصر صحيح الإمام البخاري في كتاب الصلاة أسأل الله أن يبارك لكم في شهركم وأسأل الله أن يعظم لكم في أجوركم وسأله جل وعلا أن يعينكم على طاعته وأن يبارك لكم في أنواع أعمالكم وعباداتكم ولعلنا نواصل ما وقفنا عنده في كتاب الصلاة فتفضل بارك الله فيك لا حرمك الأجر وأعظم الله أجوركم جميعا الحمد لله رب العالمين أصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن نافع رحمه الله قال رأيت بن عمر رضي الله عنهما يعرض راحلته فيصلي إليها وقال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعله قول نافع رحمه الله تعالى رأيت بن عمر فيه أن التابعين كانوا ينظرون إلى أفعال الصحابة ويكتدون بهم في ذلك دلالة لقول من قال بحجية أقوال الصحابة خصوصا ما نقلوه عن عهد النبوة وفي هذا مشروعية اتخاذ السترة التي يصلي إليها المصلي في الحديث أن عرض الراحلة من الإبل أمام المصلي يكون بمثابة السترة التي يصلي إليها وفي الحديث جواز الصلاة في الموضع الذي فيه الإبل ما لم يكن من مباركها وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في مبارك الإبل وأجاز الصلاة في مرابض الغنم فقال طائفة بأن المعنى في ذلك أن الإبل تعود إلى مباركها بشيء من عجلة فيخشى معه من أن تطأ من يصلي ومن يكون ساجدا وفي هذا الحديث أيضا حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حسن الله إليكم قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا نعم قول ابن عمر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم الصلاة يراد بهنا صلاة النافلة للفريضة وجاءت النصوص بأمر الرجال بأن يصلوا الفرائض في المساجد قال تعالى في بيوتنا دين الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة الآية وفي هذا دلالة على أن الأفضل في صلاة النافلة أن تكون في البيت وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة المرء بعد المكتوبة في بيته وفي قوله وفي قوله اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم من هنا الظاهر أنها تبعيضية ففيه دلالة على جواز أداء بعض النوافل في المسجد وفي هذا في قوله ولا تتخذوها قبورا وذلك أن القبور قد ورد في الشرع النهي عن الصلاة فيها فيه دلالة على أن الموطن الذي فيه قبر لا يتخذ مسجدا وفيه دلالة على أن المساجد إذا بنيت على القبور كان ذلك من الاعتداء على القبور والمقابر ومن ثم يزم هجم ذلك المسجد الذي بني في موطن مخالف للشرع نعم حسن الله إليكم قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين لا تدخلوا مساكين الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم ثم قنع رأسه وهو على الرحل وأسرع السير حتى أجاز الوادي قوله هنا لما مر بالحجر المراد به ديار ثمود قوم صالح عليه السلام وديارهم مدائن صالح لازالت معروفة إلى وقتنا الحاضر وفي هذا دلالة على جواز المرور على مدائن صالح وزيارتها بدون الدخول في مواطن قبورهم ومواطن سكناهم إلا لمن كان متأثراً معتبراً من حالهم عالماً بما نزل بهم من العقوبات بحيث يحذر من الأفعال التي كانت سبباً من أسباب نزول العقوبة عليهم في هذا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالحجر وقد قال الإمام البخاري باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم الحجر وفي هذا الحديث دليل على جواز التذكير بقصص الأمم السابقة وبيان ما نزل بهم من العقوبات لأن لا يفعل مثل فعلهم فيكون هذا من أسباب نزول العقوبة التي تماثل العقوبة التي نزلت بأولئك القوم وقوله لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين يقصد بذلك قوم ثمود وفي هذا الحديث الترغيب في البعد عن الظالمين لأن لا ينزل بمن يخالطهم من العقوبة ما يماثل ما ينزل عليهم من العقوبات وفي الحديث أن الظلم من أسباب نزول العقوبة الدنيوية في الحديث تأثر الإنسان بما يحدث حوله بحيث تتأثر نفسه بالبكاء عندما يعلم بنزول العقوبات التي تنزل على المخالفين وفي الحديث أنه ينبغي بالإنسان أن يعتبر بحال من مضى من الأمم فيجتنب إساءتهم لألا ينزل به من العقوبة ما يماثل ما نزل بهم وفي الحديث تغطية الرأس خصوصا في المواطن التي لا يرغب الإنسان البقاء فيها وأن تغطية الرأس من الأمور الجائزة كما فعله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث الركب على الراحلة والإسراع بالراحلة في بعض المواطن في الحديث أن ديارة ثمود كانت في واد وموطن جريان السيل حسنا الله إليكم قال عن عائشة رضي الله عنه وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه ومات فيه طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا قالت عائشة رضي الله عنها ولول ذلك لأبرزوا قبره غير أنه خشي أو خشي يتخذ مسجدا قول عائشة وابن عباس رضي الله عنهم لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم أو نزل فيه التذكير بالحوادث التي تقع عند الآخرين حين موتهم كما ذكروا عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث أن من سنن الله في الكون أن الأمراض تعرض لبني آدم مهما كانت منازلهم وعلى الدرجاتهم وفي الحديث أن مرض الإنسان وما قد يصيبه من المصائب الدنيوية لا يعني نقصان درجته ولا يعني أنه قد نزلت درجته ومنزلته عند الله جل وعلا ولا يعني هذا أنه لا توجد أسباب من بني آدم فيما ينزل بهم من يريد الله به خيرا ويصب منه وفي الحديث جواس اتخاذ الأكسية وغطاء النوم كما طفق صلى الله عليه وسلم يطرح خميصة له على وجهه وفي الحديث تألم الإنسان وتغير حاله بسبب شدة المرض التي تعرض له وفي هذا الحديث أيضا جواز توجيه اللعن على غير المعين المتصف بيصفة تقتضي ذلك كما لعن صلى الله عليه وسلم لمتخذين قبور الأنبياء مساجد وفي الحديث المنع من اتخاذ المساجد على القبور وأنه لا يجوز أن تبنى المساجد على القبر وفي ذلك أن هذا الفعل كبير من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن من فعله ولعن فاعل فعل يدل على أن ذلك الفعل من كبائر الذنوب وفي الحديث أيضا من الفوائد أن المساجد ينبغي أن تجعل في المواطن المناسبة لها بحيث يختار لها المكان اللائق بها وفي الحديث تحذير الإنسان من فعل ببيان ما ترتب على هذا الفعل عند من سبق وفي الحديث أن الأخبار بوقوع شيء من العقوبات على بعض الجماعات بسبب فعل من الأفعال جائز من أجل التحذير من فعلهم وفي الحديث أيضا التنبيه على حال قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا ينبغي إبرازه وقد حمى الله قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن جعله في حجرة عائشة رضي الله عنها والحجرة قد حاول بعض أهل الكتاب في أزمنة مضى أن يخرقوا هذه الحفرة ليصلوا إلى قبره صلى الله عليه وسلم فكان هذا من أسباب البناء المثلث الذي بني على قبره صلى الله عليه وسلم وذلك أنهم في القرن السادس بنوا بناء مثلثا على الحجرة فقد قبر صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة لأنه أخبر أن الأنبياء يقبرون حيث يموتون فقبر هناك وقبر معه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ثم لما حصلت الواقعة التي حصلت في القرن الخامس أو السادس في عهد محمود زينكي ورأى في المنام أن بعض الأشخاص يحاول أن يأخذ أو أن يصل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم حيث رأى في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له احمني من هؤلاء فجاء إلى المدينة واستعرض أهلها فوجد هذين الرجلين ووجد أنهم يحفرون ليصلوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولذا بنى الحجرة المثلثة وبناها وأعمق جدارها وجعله من الرصاص نجي أن لا يتمكن أحد من الوصول إليه ووضعها على شكل مثلث لألا يتجه المصلون في أثناء صلاتهم إليها ثم بعد ذلك بني البناء المربع الأخير الذي وضع على القبر النبوي على ساكنه أفضل الصلاة واتم التسليم فإن قال قائل بأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد قيل له هذا الكلام ليس بصحيح فإن حجرة عائشة كانت خارج المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولما جاء خلفاء بني أمية أدخلوا ما حول الحجرة ولم يدخلوا ذات الحجرة في المسجد فالحجرة بقيت على ما كانت عليه سكنا للنبي صلى الله عليه وسلم فهي حجرة عائشة رضي الله عنها وإدخال ما حول الحجرة لا يعني أن الحجرة قد دخلت بل هي باقي على ما كانت عليه سابقا ولذا قالت عائشة رضي الله عنها وهي صاحبة الحجرة ولولا ذلك يعني لولا لعنة النبي صلى الله عليه وسلم لليهود والنصارى بسبب اتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد لأبرزوا أي لأظهروا قبره صلى الله عليه وسلم وأبرز تقصد بذلك الصحابة رضوان الله عليهم فإنهم قد خشوا من أن يتخذ قبره مسجد صلى الله عليه وسلم فابتعدوا عن إظهار قبره وجعلوه مستورا بجدران الحجرة وقولها هنا غير أنه خشية أو خشية يعني إما أن الصحابة هم الذين خشوا أو أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي خشى أن يتخذ قبره مسجدا سلام عليكم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذ القبور أنبيائهم مساجد قول أبي هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود به الدعاء على جماعة من الأمم بسبب العظيمة التي يرتكبونها في الدليل دلالة على أن اتخاذ المساجد على القبور كبيرة من الكبائد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا على من فعل ذلك في الحديث دلالة على أن المساجد التي تبنى على القبور ليس لها حرمة المساجد إذا كانت المساجد المبنية على قبور الأنبياء عليه السلام يؤمر بهدمها ويبين أنها من أسباب نزول العذاب والعقوبة في الدنيا والآخرة فقبور غيرهم من باب أولاء حسن الله إليكم قال عنائشة رضي الله عنها أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم قالت فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور قالت فوضعته أو وقع منها فمرت به حديات وهو ملقاء فحسبته لحما فانحطت عليه فخطفته فأخذته قالت فالتمسوه فلم يجدوه قالت فاتهموني به فعذبوني قالت حتى بلغ أن طفق يفتشون حتى فاتش قبلها قالت والله بين أنا قائمة معهم وهم حولي وأنا في كربي إذ أقبلت الحديا فمرت حتى وازت برؤوسنا فألقت قالت فوقع بينهم فأخذوه قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذاهو قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت عائشة رضي الله عنها فكان لها خباء في المسجد أو حفش قالت فكانت تأتيني فتحدث عندي قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت إذا فرغت من حديثها ويوم اليشاح من تعاجي بربنا ألا إنه من بلدة الكفر نجاني قالت عائشة فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا وما يوم الوشاح قالت فحدثتني بهذا الحديث قول عائشة رضي الله عنها أن وليدة يعني امرأة صغيرة السن كانت سوداء لحي من العرب يعني أنها مملوكة فأعتقوها أي نقلوها من الملك والعبودية إلى الحرية فكانت تسير معهم وتكون مصاحبة لهم في أسفارهم وانتقالهم قالت عائشة فخرجت صبية لهم يعني أن هذه الطفلة الصغيرة ظهرت من عندهم وهي جويرية لهم أو وقع قال عليها وشاح فخرجت صبية يعني مغايرة للوليدة السابقة ابنة لهم عليها وشاح وهو نوع من أنواع الحلي في الغالب أنه يصنع من لؤلؤ ويكون بمثابة الخير وتجعله المرأة على صدرها ففقدت هذا الوشاح هذا الوشاح لونه أحمر وقد جعل من سيور يعني من جلد فقالت فوضعتها أنها أنزلت هذا الوشاح من على صدرها أو أنه سقط وهذه بمثابة القلادة صنعت من خيوط جلد وقد رصعت باللؤلؤ قال فمرت به حديا وينوع من أنواع الطيور وقد أذن الشرع في قتله في الحرم وهو ملقى يعني أن ذلك الوشاح كان على الأرض فلما رأته أحمر اللون حسبته لحمة فانحطت أي نزلت من السماء إلى الأرض من أجل أخذ هذا الوشاح فخطفته أي أخذته بسرعة لم ينتبه له أحد قالت عائشة أصحاب هذه الجارية التمسوا هذا الوشاح أي بحثوا عنه شددوا في البحث عنه فلم يجدوه قالت المرأة فاتهموني به أي ظنوا أنها هي التي سرقت الوشاح فإنها قد أصبحت حرة لأنهم اعتقوها قبل ذلك قالت الجارية فعذبوني أي أنزلوا بي أنواع العقوبات لتعترف لهم بأنها قد سرقت الوشاح قالت حتى بلغ أي وصل بهم الاتهام أنهم فتشوا في كل شيء حتى طفقوا أي ابتدأوا بالبحث والتفتيش في كل شيء من أجزاء جسدها حتى أنهم فتشوا عن قبلها وفرجها يظنون أنها قد أخفت ذلك الوشاح فيه فطلبوا الوشاح في فرجها قالت فبينما هم كذلك وقد مر بها كرب عظيم وموقف شديد وهي قائمة معهم وهم حولها وقد اتهموها وهي في شدة عظيمة فإذا بالهديا تعود مرة أخرى فتلقي الوشاح عليهم إذا قبلت الحديا فمرت حتى وآرت برؤوسنا أي قاربت وحادت رؤوسنا فألقت الوشاح قالت فوقع بينهم فأخذوه قالت فقلت هذا هو الوشاح الذي اتهمتموني به كما زعمتم وأنا منه بريئة وحينئذ تركت صحبة هؤلاء القوم لأنها علمت أنهم لا يثقون بها وأنهم يشقون فيها فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت فكان لها خباء في المسجد والخباء الخيمة التي تصنع من غير الشعر أو كانت في حفش يعني في بيت صغير وضع لها في المسجد قالت فكانت تلك الوليدة السوداء تأتي إلى عائشة فتتحدث عندها فلا تجلس مجلسا عندها إلا قالت إذا فرغت من حديثها ويوم الوشاح والوشاح القلادة التي كانت على تلك الوليدة ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا أي من الأمور العظيمة التي كانت عجيبة مستغربة ثم ذكرت أنه من أسباب نجاتها من ديار الكفر وفي هذا الحديث من الفوائد أن عتق غير المسلم جائز ماض كما مضى عتق هؤلاء القوم قبل إسلامهم وفي هذا الحديث صحبة المعتق لمن أعتقوه وبقاؤه معهم وفي الحديث جواز لبس القلائد والوشاح وأنه لا حرج فيه في الحديث جواز لبس الحلي ذات الصبغ الأحمر وفي الحديث من الفوائد عدم المسارعة باتهام أحد بفعل مشين من الأفعال حتى يتحقق من الأمر وفي الحديث أيضا جواز التفتيش عن المفقودات بشرط أن لا يتجاوز في ذلك الحد المشروع وفي الحديث من الفوائد أن من سنة الله في الكون أن المرأة إذا مر به كرب أن العاقبة الحميدة تكون معه فهذه الحادثة كانت سببا في إسلام هذه المرأة وكونها تأتي في صحبة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن وفي الحديث أن سنة الله في الكون جارية بإبراز براءة البريئين وإظهارها وفي الحديث جواز بقاء المرأة في المسجد وجواز نومها في المسجد كما كانت تفعل هذه الوليدة وفي الحديث مزاورة النساء بعضهن لبعضهن الآخر وحديث بعضهن عند بعضهن وفي الحديث التذكير بنعم الله على العبد وما من به عليه من براءته ونجاته ممن يريد به سوءا أو شرا حسن الله إليكم قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يرون الرؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت غلاما شابا حديثا سني أعزب لا أهلالي قبل أن أنكح وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت في نفسي لو كان فيك خير لرأيت مثل ما يرى هؤلاء فلما اتجعت ليلة قلت اللهم إن كنت تعلم في خيرا فأرني منا من يعبره لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت في النوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن بيد قطعة استبرق فكأني لا أريد مكانا من الجنة إلا طارت بي إليه ورأيت كأن ملكين في يد كل واحد منهما مقمعة من حديد فأخذاني فذهبا بي إلى النار وأنا بينهما أدعو الله اللهم أعوذ بك من جهنم فإذا هي مطوية كطي البئر وإذا لها قرنان كقرني البئر فبين كل قرنين ملك بيده مقمعة من حديد وأرى فيها رجالا معلقين بالسلاسل رؤوسهم أسفلهم وإذا فيها أناس من قريش قد عرفتهم فجعلت أقول أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار قال فلاقينا ملك آخر في يده مقمعة من حديد فقال لي لم ترع نعم الرجل أنت لو تكثر الصلاة فانصرفوا بي عن ذات اليمين فلما أصبحت قصصتها على حفصة رضي الله عنها فقصت حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى رؤياي فقال إن عبد الله رجل صالح نعم الرجل عبد الله لو كان يكثر الصلاة من الليل فكان عبد الله رضي الله عنه بعد لا ينام من الليل إلا قليلا قول ابن عمر رضي الله عنهما إن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يرون الرؤية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا أن العبد الصالح قد يعرض له في المنام الرؤية في الحديث أن الرجل الصالح الذي يكون عنده علم بالرؤى يجوز أن يقص عليه للإنسان ما رآاه من الرؤى وفي الحديث أيضا تفسير الرؤية حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يتولى ذلك وفي الحديث جواز التمني للرؤى والمنامات وجواز التمني لإنسانا يرى المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث أيضا أن الفضيلة قد تكون في صغير السن وفي الشاب كما كانت الفضيلة في ابن عمر مع أنه كان حديثا السن وفي الحديث أيضا جواز تأخير النكاح يسيرا حتى يجد الإنسان من يلائمه من النساء في الحديث جواز نوم الرجل في المسجد وفي هذا الحديث أيضا أن الإنسان قد يتهم نفسه بعدم بلوغها الدرجة التي تكون لأهل الصلاح وفي الحديث أيضا سؤال الله عز وجل ما يعرض للإنسان من الحوائج من ذلك أن يسأل ربه جل وعلا أن يريه مناما وفي الحديث أيضا بيان قصة ابن عمر في الرؤى وقوله رأيت كأن بيدي قطعة قطعة استبرق الاستبرق نوع من أنواع الحريض والقطعة الجزء من القماش ونحوه قال ابن عمر فكاني لا أريد مكانا أي كان من شاني أنني إذا أردت مكانا من الجنة فمكنت من الوصول إليه بما أتاني الله من هذه من هؤلاء الملائكة الذين كانوا معي وفي هذا الحديث جوازه جعل القطعة من القماش من الحرير ونحوه التي لا يلبسها الإنسان وفي الحديث أيضا أن المناظر المفزعة التي تعرض للإنسان لا ينبغي أن يخاف منها وينبغي به أن يكون واثقا في وعد الله جل وعلا لأهل الإيمان بصلاح أحوالهم الدينية والدنيوية وقال وكنت بين ملكين فأدعو الله اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم فيه مشروعية الدعاء وتكراره ومشروعية الاستعاذة من نار جهنم في الحديث ذكر صفة نار جهنم عذن الله عز وجل وإياكم منها قال فإذا هي مطوية كطي البئر كانوا في السابق إذا حفروا بئر وضعوا في جوانبها حجارة مصفوفة من أجل أن لا ينهال التراب والرمل عليها قال وفي هذا جواز طي الآبار ووضع الحجارة على جدرانها وجوانبها قال وإذا لها قرناني بمعنى أن هناك شيء بارز من أطرافها كقرني البئر بين كل قرنين ملك بيده مقمعة من حديد من أجل تعذيبه من خالف منهج الحق قال وأرى فيها يعني في نار جهنم رجالا معلقين بالسلاسل قد وضعت رؤوسهم أسفل منهم قال وإذا فيها يعني في النار أناس يعني مجموعة من رجال قريش قد عرفتهم فجعلت وأقول أعوذ بالله أي ألتجي وأحتمي بالله من نار جهنم أعوذ بالله من النار قال فلقينا ملك آخر أي جاءنا ملك آخر غير الملك الأول في يده مقمعة من حديد وهي آلة حديدية لها رأس فيه ما يشبه الإناء فقال الملك لابن عمر في المنام لم ترع أي لا تخف ولا ترتعد ولا تتأثر بما رأيته من المنظر المفزع ثم قال نعم الرجل يعني أنت يا ابن عمر نعم ما أنت عليه في مقام الثناء عليه قال نعم الرجل أنت لو تكثر الصلاة أي تكثر من صلاة الليل وصلوات النوافل قال فانصرفوا بي عن ذات اليمين يبعدوه عن موطنه ذاك قال فلما أصبحت قصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم أي قص الرؤيا ثم كان أصحابه يفعلون ثم قال قصصتها على حفصة أولا فقصت حفصة رؤيا بن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا جواز أن يحكي لإنسان الرؤية التي رآها غيره وبالحديث أيضا جوازه أن يستفتي لإنسان عن غيره واستدل أو في بعض الأحاديث أن مرأة ما لا يناسبه فإنه يستحب له أن ينقلب عن جهته إلى جهة أخرى وأن يأخذ على يمينه وفقال النبي صلى الله عليه وسلم مبيناً فضيل من فظائر عبد الله بن عمر إن عبد الله رجل صالح نعم الرجل عند الله لو كان يكثر الصلاة يعني صلاة الليل فكان عبد الله بن عمر بعد تلك الرؤية لا ينام من الليل إلا قليلا يرجو الثواب العظيم المرتبة على ذلك فهذا الشيء فيه دلالة على منقب لابن عمر رضي الله عنهما بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال هذه الأمة وأن يرزقها محبة بعضها لبعضها الآخر كما نسأله جل وعلا أن يبارك لهم في أموالهم وأولادهم وجميع شؤونهم ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة هذه البلاد لكل خير وأن يجزي خادم الحرمين وولي عهده جزاء الحسن على ما يقدمونه لأهل الإسلام ومن ذلك كما نراه من إمكانات وترتيبات متعلقة ببيت الله الحرام ونسأله جل وعلا لعموم المسلمين الخير والهدى اللهم يا حي يا قيوم أعنا على صيام شهر رمضان وقيامه وجعلنا ممن يقدم فيه على الأعمال الصالحة التي ترضيك هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا شكرا لكم atively dobry شكرا لكم وهو اشتركوا في القناة